كشف التقارير صحفية مساء اليوم طريقة تفكير البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد قبل مواجهة النصر المنتظرة ضمن منافسات بطولة دور روش السعودي ووفقا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية فإن سانتو يخطط لمواجهة النصر بالتسديد من خارج منطقة الثمانية عشر والاعتماد على الكرات العرضية وأوضحت الصحيفة السعودية أن سانتو بدأ تنفيذ الخطة بعد عودة لاعب الاتحاد إلى التدريبات عقب الإجازة القصيرة التي منحت لهم إثر نهاية الجولة الرابعة وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي خصص جزءا من التدريبات مساء السبت للتسديد من خارج المنطقة ولعب الكرات العرضية فضلا عن تطبيق ذلك خلال المناورة التي جرت على منتصف الملعب وأكدت الصحيفة أن سانتو ينتظر انضمام اللاعبين الدوليين نهاية الأسبوع الجاري لتحديد المهام قبل الكلاسيكو ويلتقي فريق الاتحاد مع مضيفه النصر مساء يوم الأحد الثاني من أكتوبر على ملعب مرسول بارك في إطار الجولة الخامسة من الدوري المحلي وتنطلق مباراة الاتحاد أمام النصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسع مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشر مساء بتوقيت أبو ظبي ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في سلم ترتيب البطولة المحلية برصيد عشر نقاط فيما يليه فريق النصر في المركز الرابع وبحوزته تسع نقاط متابعون الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس الاشعارات ليصل كل جديد ترجمة نانسي قنقر